بص يا جماعة أنا لو فتحت التليفونات من هنا لأخر الحلقة مش هيكفي الناس اللي عملة تتصل وعايزة تعمل مدخلات بس أنا عايزة أقولي حأوجه رسالة لمطرب هو عارف نفسه ياريت تتعلم أخلاقيات المهنة من اللي انت شفته النهاردة ياريت تتعلم أنه انت بقيت مدي جدا وأنه مش كل حاجة الفلوس وياريت تتعلم التواضع لأنه مش كل حاجة دخل النهاردة نجوم أكبر منك بكتير جدا علشان يقولوا كلمة في حق إزميلهم لكن إحنا لما كنا بندافع على فكرة أنا ما كنتش مدافع عنك أنا كنت مدافع عن بلدي ومزعلانة أني دفعت لكن أنت في الحقيقة الأمر ما تستهلش أن الواحد كان يتكلم عنك لأنك كنت قاعد بتتفرج على الحلقة وقاعد مش عايز تدخل وترد ولا أنك تساعد في حد قاعد زميل لك ولا حد بيكلمك علشان خاطر تدخل أنك أنت تتكلم ولا تعتذر لناس تانيين وإحنا عملين نتكلم وعملين نهدي الأمور وعادي نتكلم عنك بكل محبة ياريتك تتعلم أنه الحقيقة الفن ملايو مش بفلوس ياريت تتعلم من الأصغر منك تامر حسني اللي ما حدش بيطلب منه حاجة إلا لما يعمل هاله من الأطفال المرضى الأطفال العينين الأطفال نفسهم بيشوفوه العاملين اللي بيتمنوا أنه هما يقابلوه واحد عامل بيقول له أنا نفسي شوف الفيلم قال له ده أنا هعدي وهاخدك اللي بيروح يجامل أصحابه أنت الحقيقة فهم الفن غلط أنت بتسويه بالدولار وبالفلوس يعني الحقيقة عيب عليك وياريتك تتعلم من الناس المحترمة دي دخل الأستاذ الكبير محمد فؤاد الأستاذ الكبير هشام عباس الأستاذ الكبار مونة عبدالغني الفنان الكبير عصام كاريكا أنه الأستاذ الكبير أيمن بهجة أمر الأستاذ الكبير خالد أحمد الطيب أحمد مونيب كل الناس دي أنت حسن منها الفنان الكبير أحمد فؤاد محمد فؤاد أكبر منك بكتير ويكبرك فنن وسنن لكن الفرق أن الناس دي في زمن الحقيقة يعني محترم وياريتك أنت تتعلم التواضع وياريتك تبطل أنك أنت تساوي كل حاجة الفلوس ترجمة نانسي قنقر